دروقتي هنروح لموجز الثامنة وموجز الأهم الأنباء مع دينا شرف شكرا لك جمانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي على العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرها الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية ومن جانبه أشهد سلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وأواصل المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة هذا وقد أعرب الزعيمان عن ارتياح لزيادة المستمرة في معدلات النمو التجارية مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهة المعنية في الدولتين هذا وقد تبادل الرئيس السيسي وسلطان عمان أرفع الأوسمة في البلدين احتفاء بزيارة سلطان عمان لمصر أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 سنة 1977 وذلك بهدف تنميات وتطوير الحياة السياسية وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في مستهل الجلسات النقاشية للإسبوع الثاني من الحوار الوطني أكد المشاركون أن تعزيز دور أو دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية والتواصل المباشر مع المواطنين أعلن الجيش السوداني أن الموقف العمليتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدى مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه وجه ضربات لتجمعات من قوات الدعم شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات محملة بالذخائر وقتل وجرحة من قوات الدعم وأضاف الجيش السوداني أن مجموعات من الدعم السريع قامت باقتحام سفراتي باكستان وقطر وأطلفوا المحتويات داخل السفراتين أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكو ساميتسو تاكس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية وأقال رئيس الوزراء اليوناني أن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكمة وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديد المحافظ بزعامة ميتسو تاكس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكية لمواصلة مناقشة صقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 مليون دولار وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب وخيمة إذ نفد النقد من الدولة لسداد استحققاتها ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع أثار غير مباشرة على الشركات ورهون العقارية والأسواق العالمية ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع صقف الدين فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجنتاتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر انطلقت مهمة ناسا اي اكس تو لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية دراجون اثنين ومشاركة رائدين سعوديين وتحمل المركبة الفضائية أربعة رواد فضاء لإجراء أربع عشر تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى بحث بما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لقوات المسلحة إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبال لرفع الأثقال والتي استمرت فعلياتها على مدار عدة أيام بتونس بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة وأوضحت القوات المسلحة أن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية حصلوا على 24 ميداليا متنوعة بواقع 17 ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات من أصل 30 ميداليا حققتها البعثة المصرية وبمشاركة 8 لعبين من أصل 10 لعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال ختم المجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر